حابب تكتب موضوع وما بتعرف السبب إنك ما بتعرف تألف جملة كيب عندك مفردات كتير بس ما بتعرف تعمل موضوع أساس الموضوع هو الجملة لحتى أكتب موضوع لازم أعرف شكل جملة لأنه جملة ورا جملة راح تعمل لي موضوع حلو كتير مثل ما أنا بدي مشان هيك تعبعني بهذا الفيديو القصير لنتعرف كيف نكتب موضوع هلأ المعلم عم بيقل لي أنه قدم نفسك فأنا أخذت شوية نفس وحكيت حسنا أنا اسمي وبحط اسمي كالعادي بعدين بدي حط فعل الكون كون يكون بدي حط عمري أنا بدي قدم عمري كمان بدي يقول I'm 8 years old I و8 بدي يحط العمر لي مع years old I live in Hama أنا عيش في Hama I live in Hama I فاعل ليف فعل بالمصدر لأنه عندي حاضر بسيط إنها ما تتمت الجملة بدي يحكي أنه أنا مع مين عم عيش I live with my mother and my father or I live with my mother and my sister or I live with my mother and my aunt or my uncle هيك كمان بدي يحط بالحاضر البسيط I فاعل ليف فعل بالمصدر مع تتمت الجملة بدي يحكي عن هواياتي my hobbies are هواياتي هي painting الرسم drawing كمان الرسم swimming السباحة or walking المشي or whatever يعني البدكية فيكون تحطوهن بين قوسين كمان بدي يحكي أنه أنا بالصف الثاني I am in the second grade أنا في الصف الثاني كمان بدي يستخدم أم مع I مع فعليكون أم ثم تتمت الجملة كمان بدي يحكي عن الناس اشتركوا في القناة كيف اقدم نفسي انا باللغة الانجليزية هلا انا عملت مقدمي first of all اولا انا ارغب ان اشكركم for giving me the chance to introduce myself ان اعطيتموني الفرصة ان اقدمها نفسي اذا انا هيا بنعملها مقدمي احنا اذا كان عندي انا interview او شي فانا بعملها مقدمي انه اول شي بحكي مع اللجنة انه first of all i do like to thank you for giving me the chance to introduce myself اوكي سو هاي مقدمية طبعا انا شو استخدمت هون هلا بالنسبة لان انا اسمي my names دعا ديبو او فيني احكي ايم دعا ديبو او ايام دعا ديبو او ايام دعا ديبو او ايام مع ام والاسم او ايام فرم سيريا اعنو منين انا ايم كمان ايم فرم سيريا ايم فوري تو كمان هون مع العمر بدي استخدم ايم ايام انا عيش بالنسبة لبية مع عائلتي. i live with my mother on my brother. عايش مع امي واخي. my father is dead. ابي متوفي. كمان هون انا استخدمت i live. الفعل i live with my mother on my father. يعني انا عايش مع امي هيك بدي يحكي يا اي فاعل ليه فاعل طبعا هنا مستخدم حاضر بسيط with my mother and my brother. my father is dead. ابي متوفي طبعا. طبعا I have a bachelor's degree in english literature. انو انا معي لسانس. درجة اللسانس بالادب الانجليزي. من جامع دمشق بالعام طبعا خطة بالعام 2007. اوكي. I have worked as an english teacher at schools for 15 years. انو انا عملت هون انا عندي حاضر طعم اي انا فاعل. I have worked. هي عندي حاضر طعم. I have مع تصريف ثالث. as an english teacher at schools for 15 years. هي تتمت. يشملي اوكي. اف اصطدد ICDL طبعا هنا المهارات اللي عندي ايها. انو درست ICDL. مهارات القيادة الحاسوب. اف اتشانل انيوتيب. اس نيم اسمها الانجليزية مع اوكي. حسنا.